فرنسا وألمانيا تستعيدان عن القمة الأطلسية لمساندة تركيا في إدلب بالدعوة إلى لقاء رباعي مع الرئيس الروسي في إسطنبول فالإشارات التي بدرت منهما في ميونيخ للتقرب من موسكو تحاولان استغلالها في إسطنبول أملا بوقف العمليات القتالية في إدلب والمحافظة على استاتيكو في إيواء المجموعات الإرهابية بذريعة حماية المدنيين الذين تتخذهم الجماعات المسلحة دروعا بشرية بدعم تركي لكن بوتين لا يضع التقارب مع البلدين وملف إدلب في سلة واحدة فأعرب لهما عن سعيه لتحييد التهديد الإرهابي في ظل احترام سيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها كما أعرب عنه للرئيس التركي تركيا التي تتراجع عن التهديد بإعادة الجيش السوري إلى الوراء جل ما باتت تسعى إليه هو وقف إطلاق النار كما أوضح وزير الدفاع خلوص أكار وكما أشار إردوغان في الاتصال مع بوتين بينما تصر سوريا على استكمال تحرير الطريق الدولي حلب اللاذقية ويقبل إردوغان في اتصال مع بوتين مرجعية سوتي الرئيس التركي الذي يراوده التدويل لتفكيك التزامه بمصاري أستنى واتفاقيات سوتي يطلب من فرنسا وألمانيا دعما ملموسا ويطلب من واشنطن منظومة باتريوت استنادا إلى ما سماه بومبيو الدعم الكامل لكن هذه الدول التي تتفق مع إردوغان على معارضة تسوية الأزمة السورية بحسب بوتين تتناقض معه في معظم الملفات الأساسية ولا تلبي رغباته وهو ما دفع إردوغان سابقا للاستدارة شرقا والتفاهم مع روسيا وإيران من غير المحتمل أن يبيع الرئيس التركي صداقته لروسيا وإيران مقابل ما تعطيه الدول الغربية من طرف اللسان حلاوة لكن الوسيلة الوحيدة لاكتساب الأصدقاء هي أن تكون أحدهم شكراً للمشاهدة